بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات الساعة الحادية عشر من ليلة الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح النبوات من سفر إشعياء النبي بركته علينا آمين هلموا أيها النساء الآتيات للنظر لأنه ليس شعبا ذا فهم لذلك لا يرحمه خالقه ولا يترأف عليه جابله ويكون في ذلك اليوم أن الرب يصنع اضطرابا من معبر النهر إلى رقرورا أي وادي مصر وأنتم فاجمعوا بني إسرائيل واحدا واحدا ويكون في ذلك اليوم أنه يبوق البوق العظيم فتأتي الشعوب الكثيرة التي ضلت في كورة الأشوريين أي الموصل والذين تاهوا في مصر وسيثجدون للرب على جبل صهيون المقدس بأوروشليم الويل لإكليل الهوان المستأجر الذي لأفرام الزهرة الحسنة التي سقطت من المجد على رأس الجبل الدسم السكارة بغير خمر هو ذغضب الرب قوي وصعب كبرد نازل وليس تحته مظلة يؤتي عسفا كسيل المياه الغزيرة الجارفة في الكورة وتصير راحة للأرض ويصنعها لأيديهم وأرجلهم ويداس أكليل الخزي المستأجر الذي لأفرام وتكون الزهرة الساقطة من رجاء المجد تحت الجبل العالي كمثل أساس التينة الذي ينظره فقبل أن يتناوله يريد أن يلتهمه في ذلك اليوم يكون رب الصابأوت إكليل رجاء المجد الذي ضفره لبقية شعبي وتبقى روح محاكمة على محاكمة وتمنع القوة عن الفساد لأن هؤلاء ضالون من الخمر وتائهون من المسكر الكاهن والنبي ترنح من الخمر واضطرب من سكر المسكر وظلوا وهذا هو حلم اللعنة تأكل مشورتهم مشورتهم التي هي جور على من تقولتم الشر وعلى من جدفتم على المفطومين من لبنهم المفصولين عن الثدي انتظروا شدة على شدة عن قليل وبعد قليل انتظروا رجاء على رجاء عن قليل وبعد قليل من أجل شتيمة الشفاه وأيضا يتكلمون مع هذا الشعب بلسان دغل القائلين له إن هذا هو راحة الجياع وهذا هو انحطام ولم يريد أن يسمعوا ستكون لهم كلمة رب الإله ضيق على ضيق ورجاء على رجاء عن قليل وبعد قليل لكي يذهبوا ويسقطوا كثيرا منهم إلى الوراء ويتضايقوا وينكسروا ويهلكوا من أجل هذا اسمعوا قول الرب أيها الرجال العتاه المتسلطون على هذا الشعب الذي في أوروشاليم لأنكم قلتم قد قررنا عهدا مع الجحيم وميثاقا مع الموت وإذا ما هب الريح العاصف من جهتنا لا يعبر علينا لأننا قد جعلنا الكذب رجاءنا وفي الكذب استترنا مجدا للثالوث القدوس الإنجيل مازمور لد Эui أعوى لماذا أرتجت الأمى أهلا 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 وهاذة الشعور أهلا 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة 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 فأنكر أيضا بقسام إني لست أعرف هذا الرجل وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقا أنت أيضا منهم فإن لهجتك تظهرك فابتذأ حينئذ يلعن ويحلف إني لا أعرف هذا الرجل وللوقت صاحا ديك فتذكر بطرس الكلام الذي قاله يسوع له إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج وبكى بكاء مر والمجد لله دائما حسب القديس ماركوس المجد لك يار أما رؤساء الكهنة والمجمع كله فكانوا يطلبون شهادة على يسوع لقتله فلم يجدوا لأن كثيرين كانوا يشهدون عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين نحن سمعناه يقول إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأياد وفي ثلاثة أيام أبني آخر غير مصنوع بأيدي ولا في هذا كانت شهاداتهم تتافق فقام رئيس الكهنة في الوسط وسألا يسوع قائلا أما تجيب بشاء عما يشهدون به هؤلاء عليك أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح بن المبارك فقال له يسوع أنا هو آه 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 وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا مع سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتكم بعد إلى شهود قد سمعتم التجديف فما رأيكم فحكما عليه الجميع بأنه مستوجبون الموت فابتدأ قوم يبسقون عليه ويغطون وجهه ويلطمونه ويقولون لا تنبأ لنا أيها المسيح من هو الذي لطمك الآن ثم تناوله الخدام باللاطم وبينما كان بطرس في أسفل الدار جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة ولما رأت بطرس يصطلي تفرست فيه وقالت الله أنت أيضا كنت مع يسوع الناصري أما هو فأنكر قائلا لست أدري ولا أعرف ما تقولين وخرج إلى موضع خارج الدار فصاح الديك فأبصرته الجارية أيضا وقالت للحاضرين إن هذا منهم أما هو فأنكر أيضا وبعد قليل أيضا قال الحاضرون لبطرس حقا أنت منهم لأنك جليلي وكلامك يشبه كلامهم أما هو فابتدأ يلعن ويحلف إنني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه فصاح الديك للمرة الثانية فتذكر بطرس الكلام كما قال يسوع لا إنك قبل أن يصيح ديك مرتين تنكرني ثلاث مرات فشرعا يا هابكي والمجد لله دائما حسب القديس لوقا المجد لك الله في السلام أما بطرس فارأته جارية جالسة عند الضوء فتفرست فيه ثم قالت إن هذا أيضا كان معاه أما هو فأنكر قائلا لست أعرفه يا امرأة وبعد قليل رآه آخر وقال وأنت أيضا منهم فقال بطرس يا رجل لست أنا ولما مضى نحو ساعة كان آخر يؤكد قائلا في الحقيقة هذا أيضا كان معاه لأنه جليلي أيضا فقال بطرس يا رجل لست أعرف ما تقول وللوقت بينما هو يتكلم صاح الديك فالتفت الرب ونظر إلى بطرس فتذكر بطرس قول الرب كما قال لا إنك قبل أن يصيح ديكن اليوم تنكرني ثلاث مرات فخرج بطرس خارجا وبكى بمراء آراء والرجال الذين أمسكوه كانوا يهزأون به ويضربون وغطوه وكانوا يسألونه قائلين تنبأ لنا من الذي ضربك وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين والمجد لله دائم حسب القديس يوحان المجد لك يارا وكان سمعان بطرس وتلميذ آخر يدبعان يسوع وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا فخرج التلميذ الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة فكلم البوابة وأدخل بطرس فقالت الفتاة البوابة لبطرس ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الرجل أما هو فقال لا وكان العبيد والخدام واقفين وقد أضرموا جمران لأنه كان شتاء وكانوا يصطلون وكان بطرس أيضا معهم واقفا يصطلي فسألا رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه فأجابه يسوع قائلا أنا كلمت العالم علانيا وكنت أعلم كل حين في المجامع وفي الهيكل ما قلته أنا وَلَمَّا قَالَ يَسُوعُ هَذَا لَقَمَا يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنَ الْخُدَّامِ الْوَاقِفِينَ قائلا أهكذا تجاوب رئيس أهكذا 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 في دار رئيس كهانتها فإنهم كانوا يطلبون شهادة زور على يسوع ليحكم عليه بحكم الموت فشهد عليه رجال كثيرون فلم تتفق شهاداتهم إلا رجلان جاء أخيرا وشهدا هكذا أمام الجمع بأنه قال انقض هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام قال رئيس الكهنة لما لا تجيبني إن كنت أنت ابن الله فقل الحق قال الرب أنت الذي قلت إني أنا ابن الله فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال لسنا نحتاج إلى شهادة قد جدف وتجديفه سمعناه وفي هذا كله كان سمعان بطرس واقفا يصطلي فقال له واحد أنت تلميذ لهذا الجليلي فقال لا وآخر قال أنت أيضا رجل جليلي فقال لست أنا ثالث دفعة قال له آخر أنا رأيتك معه في البستان فحرم نفسه وحده قائلة إني لأعرف ما تقول لطرس